أعطي انطلاقة اليوتيوب على المباشر جيد إذن نحن الآن على الهواء مباشرة إذا كان هناك أي مشكلة في الصوت أو الصورة أو أي مشكلة تقنية فرجاء إخباري على البالتوك أو على اليوتيوب أنا أتابع الدردشة أو الشاط على اليوتيوب وأتابع كذلك البالتوك فأنا عيني اليمنى على اليوتيوب وعيني اليسرى على البالتوك ودهني مع الأخ رياض فأنا أشاهد الصورة كذلك على اليوتيوب فمرحباً بالجميع في هذا اللقاء المباشر مع الملحد التائب العائد أو سموه كما شئتم كيف أولاً أنا أريد أن أتعرف أكثر على هذه التجربة لكن قبل أن نتعرف على هذه التجربة هناك ربما ناس لا يعرفونك أخ رياض يعني نحن كان عندنا لقاءات أظن كان عندنا لقاء بين نحن الاثنين وكان كذلك لقاء في الماراتون الإلحادي مرة فهذا ممكن نحسبه اللقاء الثالث فلو تفضلت أعطيت ولو نبدأ قصيرة عنك عن أنشطتك ماذا تفعل ما هي المجالات التي تتركز عليها أكثر يعني صفحتك على اليوتيوب أو على الفيسبوك أهلاً وسهلاً بك بالبداية أخي هشام وصديقي ورفيق رفيقي في درب التنوير والتوعية للناطقين باللغة العربية على التواصل الاجتماعي أعرف بنفسي أنا اسمي رياض الخزرجي أو أبو يوسف ولقب القناة على اليوتيوب هي شجاع البغدادي لماذا شجاع البغدادي صراحة قصة مضحكة جداً شجاع لأنه عارف أني راح أتورط من أول يوم هذا الكلام راح أرجع إلى بدايات 2015 لما فعلت نشاطي على اليوتيوب فقدت هي شجاعة أنه يطلع شخص بالصوت والصورة ويتحدث بطلاقة وبحرية الرأي أمام الكل عن أفكاره وانتقاداته سواء سلبية أو إيجابية لأي موضوع لأي طرح لأي فكر وخصوصاً في العقائد على اعتبار أن أنا لا ديني لا ديني أي لا أؤمن بأي ولا أصدق بأي ديانة من الديانات التي هي بالآلاف حول العالم فهذه شجاعة بغدادي كان فيه حاجتين أولاً نسبة إلى مسقط الرأس اللي هي بغداد الحبيبة فيشرفني يعني لقب بغدادي وفي نفس الوقت كنا نعاني وربما لازلنا نعاني من الدواعش أو الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام وكان أميرهم أو المرشد يمكن هو المعروف بأبو بكر البغدادي فقلت إذا هو راح يمثل الجانب المظلم أنا أريد أن أمثل الجانب التنويري المشرق هذا هو شجاع البغدادي طبعاً نشاطي أقدر أقول لك يعني 95% على اليوتيوب شوية على الفيلم مشكلتنا بالفيسبوك أخي هشام ويمكن أنت سيد العارفين أنت تفتح صفحة صفحة من هنا ومارك زودربرغ المسلم يسكرها من هنا فأحنا نفتحها من هنا وهو يسكرها من هنا الجهاد الافتراضي هذا الجهاد الالكتروني للأسف الشديد نعم هذه هي النبذة أنا طبعاً أركز أكثر شيء على نحنا نقول بالعراقي كل شيء وكل شيء كل شيء وكل شيء يعني بتاع كله أحكي بالفلسفة بالمنطق من كل فن طرب نعم من كل فن طرب أحنا على قلتنا من كل أصبع لون كونتم فيزيكس أحب البيولوجي أنا إنسان جداً مولح بنظرية التطور الداروينية وأعلم كم أن هذا العلم يعني يهز بعروش الأديان كافة خصوصاً الديانات الإبراهيمية وكل من يؤمن بصحيح البخاري على سبيل المثال أن الله خلق آدم يوم الجمعة في المغربية كان طوله ستون ذراعاً وهذه كيف رح تتماشى معاه فعندهم مشاكل كثيرة فهذا هو الاختصار جميل عزيزي طبعاً هذا اللقاء هو يختلف عن اللقاءاتنا الأخرى لأننا عندما التقين في المرة الأولى ولتقين في المرة الثانية كنت في فسطات الكفر كنت بجانب الكفر الفجرة كنت مع النادينيين كنت في صفنا فحدث ما حدث أنا أظن أن الأغلب من يشاهد الآن ويسمع علم بهذا التحول أنك تحولت من ممكن أن نقول من أن تحولت من النور إلى الظلام بهذا المعنى أو من التنوير إلى أنا لم أتحول أنا لا زلت معكم ولا زلت في نفسي نعم أعلم ذلك أنا فقط أتكلم عن الذي يشاهد الحادثة التي صارت معي نحن 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 نبين للناس سماحة الدين ونطفه هذا الذي أريد أن أصل إليه هو أنه طبعاً كانت هذه صدمة للبعض أنا لم يصدمني الأمر صراحة أنا شخصياً لأن كل واحد قناعته وهذه مسألة حرية شخصية يعني حتى لو كان القرار عن قناعة فهذا لا يهم لأنه اللا دينية أو الإلحاد ليس عندها كتاب مقدس ليس عندنا دين ليس عندنا أنا قراراتك الشخصية ليست لا علاقة بأي شخص آخر فهذه حرية يكفلها القانون وتكفلها المواثق الإنسانية لكل إنسان لكن حدث الناس الذين لم يطلعوا على الأمر لم يهتموا بالأمر أو لم يتابعوا هذا الأمر ما الذي حدث بالضبط يعني كيف تحولت من تنويري كما تكلم يعني تنسب ذلك لنفسك إلى بين قوسين ظلامي أنك رجعت إلى الإيمان يعني ما الذي حدث بدون ذكر طبعاً أشياء اللي ممكن يكون فيها بدون تفاصيل أو أشياء قد تسبب مزيداً من الخطوة طبعاً النشاطي أنا كنت فاكر أنه أنا يعني بكلم نفسي أو بكلم كم شخص معي على اليوتيوب وما كنت حاسس بي يعني مدى التأثير الذي يصل إلى المتلقين خصوصاً في بلدي في العراق فأنا كنت فاكر أنه أنا نقطة في بحر ولا أحد يعلم عني ولا أحد يسمع عني ولكن يبدو أنه العكس تماماً طبعاً أنا من عائلة كبيرة فعائلة الخزرجي من جهة الوالد وعائلة الربيعي أو بني ربيعة من جهة الوالد الأم ونحن في العراق لازمنا على ما نسميها بالعشائرية شوية من الدول الأخرى ما رح يفهمون ماذا تقصد بالعشائرية لكن هو مثل النظام البدوي عارف البداء نعم العشائر نعم شيخ العشيرة وتصير أحياناً مذابح بيناتهم بسبب دجاجه يعني دجاجه عبرت من هذا البيت بالغلط راحت على هذا البيت صارت بيناتهم مشاكل وذب وسفك واطلاق نار يعني أشياء صخيفة يمكن أنت تضحك عليها ولكن هناك ممكن أنها تأخذ سيريس طيب فما بالك بابنهم وأنا يعني مو صغير بالسنة أنا عبرت الأربعين وجالس على اليوتيوب وعلى القنوات الاجتماعية وأنتقد الإسلام طبعاً شيء أكيد ما عجبهم هذا الشيء لكن أنا لحسن حظي أني أسكن في دولة بلاد الحرية اللي هي في كندا فلا يعني أنا كنت فاكر أنه لا أحد يستطيع أن يصلوا إليه يعني أنا في الأمان أعتقد أنت أيضاً حريص شوية أكثر مني أنا شوية طبعاً لازم يكون هناك تحفظ أكيد لأنه نعلم بعدد الحمق المحتملين وهو هذه المشكلة فأول شيء قبل حوالي سنتين بلشت بالإنذارات يعني تحذيرات أنت ترى يعني مثلاً مثلاً عمي يمكن بينه وبين نفسه هو ما عنده مشكلة أنه أنا شوية أتكلم بطلاقة وحر وأعبر عن آرائي بس هو رح يرتقي بإخوانه وبأولاد عمومته هو ومن طرفه هو فهو لما يجيبه سيرتي أمامه هو يعني مثل ما تقول رح يفشل أو سواد وجهه أنه أنا ما قدرت أرفع راسي لما يجيبه سيرتك لأنه كل ما يجيبه سيرتك كافر وزنديق وملحد وكل هذه الألقاب الجميلة التي توزع علينا وعليك وعلى كل المتنورين فهذه كانت إشارات أنه يا رياض جوز أو توقف عن الكلام وتوقف عن اليوتيوب بعد ما قضيت سنتين إلى ثلاث سنوات أنا يعني كونت علاقات وتعرفت على ناس وتعرفت عليه وإخوة فأصبحت يعني تسري في دمائي يعني صعب علي أني أدري ظهري وامشي وصعب علي أني أجلس وأسكر تمي حابب أني أتكلم حابب أني أعبر عن آرائي يعني حابب ما عرف عندي رغبة في ذلك وإذا أحسست أني يعني في حالة من القمع لو كانت العراق متقدمة مثل اليابان وألمانيا كان قلنا معلش بس أنا عارف أنه العراق في وضعية لا ترثى يعني لا يرثى لها ولا حتى العدو يعني يشمت بالعراق لأنها أصبحت للأسف بلاد ما بين النهرين ومهد الحضارات أصبحت الآن مزبلة الحضارة وما عليك سوى أن تفتح أي قناة من القنوات الفضائية وتشوف خصوصا في عاشوراء مثلا الساعة السوداء اللي تشوف الشباب في مطلع العمر يصحفون زحفا على الأرض مثل السحالي يا بأ أنت وين رايحين نلطم علي حسين موكب عزاء لفاطمة الزهرة من هالكلام على اعتبار أن أغلبهم شيعة وباعوا الأرض وباعوا الوطن إلى إيران والتدخلات السافرة من دول الجوار وأصبحت العراق ضعيفة عراق محتلة أنا أعتبرها محتلة عراق ضعيفة جدا فواجبي أحس أنه أتكلم مع الشباب أحاول أن نشر التوعية مستوى التعليم الآن ما يخالف هذه الأسباب لكن أنا حاسس أنه لا أستطيع أن أجلس بالبيت وأسكت لكن جاتك جاتك تهديدات مباشرة أنا أهلي أغلبهم ساكنين في لندن في بريطانيا رحت أزورهم قبل أنا حتى مصورة على اليوتيوب رحت قبل سنة أو أكثر من سنة مرحبا وبعدين قعدت في الوسط يا أهلا بشجاع البغداري ينهر اسويل أهدا لنا كنت عام الحسن يعني هم تعرفوا على نصاتك على اليوتيوب عرفوني قلت لهم يعني أنت عارفين أن أنا على اليوتيوب طبعا وهل يخفى قالوا لي أنت حسب ما يعني اللي نسمع من العراق دمك مهدور هذا كل ما يعني هاي رح تختصر لك كل شيء بعد يعني ما يحتاج إلى عاقل دمك ماذا فصيلة أو ولا فصيلة لا 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 دمك مهدور آه أوكي جيد إذن شن المطلوب خيارين يا أم تنشب تنشب بالعلاقة يعني تسكت يعني تخرس يا أم أنك صلح الغلط قلت لهم أنا هذا مسألة صلح الغلط ما رح أصلحها وأنا عندي قناعة أنا يا أم ما فيكم تشبروني وخلي على غلطهم على ما بخيلهم يركبوا أنا مستمر زين رجعت يعني فيه برود نوع من معرف كيف أفصل لك يا يا هشام الدفء هذا الومف مفقود أحس أنه فيه حواجز أصبح فيه حواجز يعني أنا أنا أتكلم عن ناس مقربين أوكي أوكي لكنه ما أعطاك اختيارات يعني قال لك إما تصمت أو أو تصلح الخطأ لماذا اخترت أو بدل ما تهجم على المسلمين أو بدل ما تهجم على الإلحاد لكن لماذا اخترت أنك تصلح الخطأ بدل أن تصمت مثلا هذا لأنه بعد ما أكمل هذا الكلام من متى هذا الكلام من سنة هذا من سنة أوكي يعني كانت تهديدة جديدة هنا أو لا بس أنا يعني كداما أطنش يعني كداما أرميها وراء ظهري أوكي أعمل نفسك شون هذا الفيلم أعمل نفسك ميت يعني تجاهلت الأمر أعمل نفسك مش شايف طيب وقيت أنا داما أقول أنا بكندا وعايش يعني قريب من القطب الشمالي ومين حيسأل أنا حتى الذبان الأزرق ما راح يندل طريقي هذا اللي أنا كنت مفكرة يعني بس اللي صار طبعا أغلب العائلة والأسرة هم من المذهب الجعفري الإيمامي الأثنى عشر كذلك لكن فيه كم شخص منهم من أهل السنة والجماعة صوتي معر مسموع ألا؟ مسموع جيد جدا ابن خالتي خالتي متزوجة من عائلة كردية مثلا وفيه أقاربي مش كلهم متزوجين من أولاد عمومة متزوجين من برى العائلات يعني مختلط احنا من الأجيال القديمة ما كان فيه ذاك الإشكال بين شيعي وسنة فكان الشيعي يتزوج من سنة والسنة يتزوجون من الشيعة عادي ففيه يوجد هناك اختلاق بعض منهم في الآونة خصوصا الشباب يبدوا أنهم دائما يصطادون الشباب أكثر فاللي عمره عشرين اللي أنا ممكن أكون في عمر أبوه اللي عمره عشرين واحدة وعشرين اثنين وعشرين يلحون للسعودية مثل ما صار مع ابن خالتي يروح للحج عقله نظيف open minded وهو بالمناسبة هو عايش طول عمره في بريطانيا يعني متربي في بريطانيا ودارس في بريطانيا وما أخذ شهادة وشهادة كبيرة ماجستير بس من راحة السعودية لكي يؤدي مراسيم العمره وثم من بعد ذلك الحج مين اللي استلمه استلموه الوهابية السلفية هو أصله شيعي؟ يعني هو الأصل شيعي؟ لا هو سني لأنه أبوه سني أوكي يعني تم غسل دماغه كتن يبعات وابنة هيمية ومحمد بن عبد الوهاب طيب أنا ما أعرف أنا بس لأنه بعدين خالتك تبعث لي صور الأقارب وأشوف لك واحد دعشني داعشي قلت هذا منه؟ الأقارب تحولوا العقارب بدون ذكر اسم قلت لي هذا فلان قلت لي هذا لا 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 هذا فوتوشوب قلت لي لا مش فوتوشوب هذا هو تغير قلت لي شونها اللحية وشي يعني بيخوف نوع تامين ولما التقيت فيه في بريطانيا يعني قاعدنا من الساعة سبعة في غروب الشمس حتى الخامسة الفجر هات وخذ صارت مثل المناوشات ومثل المناظرات وهو يعني يتهمني بالعمالة ويتهمني أنه أنا ما أخذ فلوس من جهة معينة وأنا يعني ويحاول أن يتهجم على الإلحاد عموماً ويكف تكفير طبعاً فيها تكفير ولهم أنه في إحراج بس نوع من التهديد الغير مباشر بس حسيت الشر يعني أنه هناك شر أن هناك نية مبيت هذولا يعرفون السكن يعرفون العنوان تليفون هس أنت تقدر تطلعني من لقمة تليفون يعني سهل أن الواحد يلقى مكانك سهل أنا كنت جتني إشعار من العراق أنه في فلان من القرائب جاي على كندا ياريت له تساعده يا ريال هذا ما يعرف شيء وما يندل شيء أنت ما تعرفه ما ملتقي به بس هو من الأهل من الأقارب ياريت له تروح له وتفهمه عنده أسئلة وتساعده شوية بعده جديد على كندا تلوك أهلاً وسهلاً كان هذا فخ هم أرسلوا لك يعني هذا كمين كمين منصوب وطبعاً رحت وعلى محطة قطار وأتفاجأ أنا شفتهم من بعيد لأنه المحمدي من بعيد يقدر تشوفه من على عشرة كيلو يعني تشم ريحة يعني هناك رائحة غدر فأنا ما أقلت هذولا ما أعرف هذولا مين خليني أنا أعمل أمر من وراهم هذولا يمشون وراي أطلع يمين هم يطلعون يمين أروحي لشمال هما يرحوني شمال قلت أنا دائماً أحمل سكينة صغيرة معي فأنا حاطت إيدي على المكان جيبي اللي فيها سكينة أخاف واحد منهم أنا على طول علي وعلى أعدائي لكن هما حاوطوني قالوا لي أحنا عارفين أنت منه أنت رياض الخزرجي أنت شجاع البغدادي أنت اللي بتطلع على اليوتيوب قلت já نعم أنتihi نحن في المقاطعة الإنجليزية Cff Attic what do you want قالوا لي يعني خلاص ما يحتاج يعني لولا الشرطة ولولا المكان ممكن كان أنا الآن مش قاعد أمامكم أكلمكم يعني كان لو أي في دولة أخرى من هذه الدول كان أنا تحت الأرض أو مدفون ومحروق أو شوف شو صار فيه مقطوع مقطع مثروم ولكن لحسن الحظ لحسن الحظ أنها في كندا وفي كاميرات وفي سيكوريتي وفي أمن فهم طبعا ما أخذين الحظر هم أيضا ما أخذين الحظر لأنهم أيضا خايفين بس يردوني وصلوا لهذه الرسالة يعني كان تهديد أكثر من محاولة خلاص يعني قالوا لي أنت أولادك على هذه المدرسة وهذا الشارع وهذا البيت يعني تهديد لك أو للعائلة للعائلة خلاص هسا شن المطلوب قالوا لي المطلوب منك ترجع للإسلام حتى يعني تكون نوع من الأمل لكل الشباب اللي يتابعوك على القناة أنه الإسلام هو دين الحق وهذه الحركة رح تفيدنا ورح تخدمنا يا أما ها يا أما هم طبعا يعرفون عنك يا صديقي هشام ويعرفون عن أغلب المتنورين اللي معنا باليوتيوب متى سألتقي بهم في محطة الغطار أنا أقول لك لا تروح محطات أخذ أوبا أو تاكسي يحبون طبعا يحبون هايثم طلعت آه طبعا أكيد يحبون هايثم وأنا كنت عامل فيديو مصخرة على هايثم طلعت معذرة على الألفاظ مسمي الفيديو هايثم خرة هايثم طلعت من ألطف الناس ومركب لحية وحاطت مثل المكياج يعني مقلدة لأنه كان ينتقد شريف جابر فأنا حاولت أني أخذ بظهر الزميل شريف جابر فرديت على هايثم طلعت بالمثل فكانت يعني فيديو مصخرة أنا معروف بالمصخرة وبالضحك وبالاستهزاء وهالأشياء فهم مهضين على خاطرهم أنه لازم تعتذر ولازم بطيخ يعني هم أعطوك خيار واحد يعني لم يقولوا أنك لم يعطوك خيارين مثل العائلة قالوا عارفين أنه إذا أسكت وعارفين أن أنا عندي تواصل مع الزملاء أوفلاين وعلى الهانغات وعلى سكايب فراح أبلغهم أن أنا تحت التهديد هذا ما راح ينفع أوكي يعني لازم تعمل تمثل مسرحية لازم تمثل مسرحية وأن الإسلام لسه فيه فهذه تخدمهم يعني هذا هو المطلوب أنه كل يوم يطلع واحد يعلن أنه هو رجع للإسلام يعني هذا يعدهم ممتاز يعني هذا عز الطلب فلازم نمثل هذه المسرحية وأنا قاعد أمثل المسرحية وأنا مخنوق يعني حتى اللي يتابعني إذا يشوفني أنه في شيء مش طبيعي لا أسلوبي لا كلامي لا إلقائي لأن اللي يعرف شجاع البغدادي واللي متابعني من أول يوم يعرف أنا أسلوبي كيف الستايل أما هذا الشخص الغريب اللي فليه هي تحديدا 22 يوم فقط إيشام نعم لكن لكن هذا يعني الذي يعني أخذ عليك البعض أو يعني المؤاخذ اللي كانت عند الكثيرين وأنا وصلتني بعض مثل يعني مسائل فيها عتاب وهي أنك كنت تتهجم نعم بالغت كثيرا يعني كنت تتهجم بطريقة عشوائية تقريبا كنت تسخر بشكل غريب يعني هل هذا كان ضروري هذا كله مطلوب هذا هو مطلوب كان ضروري حتى يعني تضبط يعني تكون المسرحية أسماء يعني لازم أتجاوز عليك إيشام وفي ما رد أفكر أسماء بس في أشخاص كانوا حاضرين فيه أحد البثوث البث المباشر وكان جنبي شخص يوزني أنه أتحركش فيك أو أستدرجك كانوا حابين يعملوا مناظرة معك حتى لما أنت يتم استدراجك معك أحمد سامي أيضا بالنسبة لما يعرف أحمد سامي فاستدراج كافر مغربي هم راحوا على الوزن الثقيل فمن هم ذوي الوزن الثقيل على التواصل الاجتماعي كافر مغربي معروف إيشام أحمد سامي بعد ما ترى هذه صفعة كبيرة جدا أنه هو ترك الإسلام فأحمد سامي البقية أحمد حرقان مش أوي رمضان مش أوي يعني الأسماء الأخرى مش أوي بس أنتو أكثر شي فكان المطلوب أنه استدراجكم يعني لكن هذا ما هي جنسياتهم هذا يعني أنا مثلا أنا مثلا أثنين من سوريا واحد من الأردن وواحد عراقي للاسف من ابن بلدي أوكي لأن أنا مثلا فيديوهاتي أو أغلب ما أفعل هو بالدارج المغربية يعني هو غير موجه نفهم عليك أنا حتى أنا يعني أفهم 90% من الكلام اللي بالدارجة المغربية يا صاحبي جيد جيد هم إذن يفهمون كذلك لا حاول حبيبي أنت عامل مناظرات مع هيثم طلعت في جهاد الطلع قديمة ولكن في المناظرة يعني أنا أسخى مثلا العمل الساخر الذي أعمل هو بالدارجة يعني كل العمل الساخر هو بالدارجة ليس بالعربية فنعم إذا كانت يعني حقت فقط بسبب المناظرات أو الحوارات فغريب طبعا في حقت طبعا في حقت فأنا بالنسبة للي يعني أنت يمكن أيضا مثل أب وعندك أطفال لما تشعر بخطر على أولادك مستعد تعمل المستحيل أكيد يتابعونا هما لساتهم على مطلع العمر ما يعرفون ما عادهم تجربة بالحياة فأنا فاقد طفلة وما عندي استعداد أن يفقد الآخرين ولذلك صدقني يشام أنت مستعد أنك تعمل المستحيل أما بخصوص اللي يعرفني يعني لازم الشخص يكون عارف مين هو رياض الخزرج يعني أكثر واحد ينتقد الديانات مش بس الإسلام أنا ينتقد كل الديانات يعني ينتقد المسيحية واليهودية وأتكلم عن الأساطير وأتكلم عن الخرافات وأدخل في العلوم وتناقض تصادم العلم والإيمان مستحيل مثل هذا الشخص يتركها بين يوم وليلة ويرجب أنا أنا نفس الكلام الذي قلت أنا نفس الكلام لأنه عندما حدث هذا الأمر وكانوا ناس كثير سألوا وكانوا يسألون يعني ما رأيك في تحول أو توبة توبة رياض الخزرج والكلام فأنا كنت أقول هذا الكلام يعني هو عنده أسبابه الخاصة أنا لا أظن أنا قلت حتى الأصدقاء في الخاص قلت لهم أنا لا أعتقد أن إنسان كان يحلل الأمور بذلك التحليل ويعني واضح يعني الأمر واضح يعني الذي يحلل الخرافات بهذا الشكل أنه بين عشية وضحاء يقول لك لا 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 أنا تحليلي كله إلى المزبلة وأنا سأؤمن بهذه الخرافات لا أستطيع يعني غريبة جدا نعم يعني حتى لو ترى أنا عندي قناعات شخصية يعني قناع عندك مثلا أضرب لك مثل عطل بعد ذلك زنيم يعني ترجمتها يا ابن الزنة كالكلب الذي يلهب وكالحمار الذي تحمله أسفارا تبت يده تبت يده بلهب وتب ما أغنى عنه وامرأته وحمالة الحطب في هذه لا مستحيل رب اللي يخلق الكوانتوم فيزيكس والكيميا وكل هذا التعقيد اللي موجود بالوجود يتكلم بهذا الأسلوب الشوارعي هذه قناعة هذه واحدة من القناعات هذه واحدة من الكثير نعم من الكثير من القناعات ولسه ما دخلنا بالأحاديث اللي هي أنيل من هو هذا الجميل هذا هو الإعجاز في الإسلام هو أنك في أي مكان يعني في أي مكان بحتى تجد الكوارث يعني تزن مالر أنا حضرتك دارسين شوية لاهوت مسيحي صح نعم ألا تتفق معي أنه اللي يدرس لاهوت مسيحي بطريقة أكاديمية نقد الكتاب المقدس طبعا طبعا وتنهار عندك المنظومة المسيحية تنهار عندك صح هذا ألا يؤدي إلى انهيار الإسلام أوتوماتيكيا طبعا طبعا أكيد أنا طريقي في الكفر كان هكذا لأنه بدأ بالتحول بدأ بالمسيحية ماذا تغير يعني لماذا كنت بالأمس شرسا تمثل هذه المسرحية الشرسة ضد الإلحاد وكل ما هو لا ديني والآن وكأن وكأن كانت فقط يعني حلم واستيقظت منه يعني ما الذي تغير بدون ذكر التفاصيل أنا أبلغ الشرطة بلغ الشرطة من أول يوم يعني أنا مشيت من هنا رحت على مخفر الشرطة من هنا وهم عندهم السيكوريتي والكاميرات يعني الآن يمكن نفس الشي الباصات فيها كاميرات الشوارع كل طرف وفي كاميرات إحنا ما نشوفها وخصوصا محطات القطار لحسن الحظ لحسن الحظ أنها في محطة قطار فهي أيضا الأخرى مليانة كاميرات وعندهم تقنية الرسم الوجه والآيدنتي عن طريق الوجه ما عرف كيف التعقيل هذه البرمجة اللي عندهم الصوفتوير الأمنية يعني ممكن مص فقط من العيون والمنخار والفم وتفاصيل وملامح وتقاسيم الوجه حطوها على كومبيوتر معقد يطلع لك الـ التي يتوافق مع هذا الوجه فما عرف كيف تقنياتهم وقع أول واحد منهم أول واحد يشترب الاستجوابات والضغط والبرشر شهد على يعني عطى بزميله الثاني وقع الثاني وقع الثالث على طول مثل يعني أمسكوا بهم جميعا مجرد أن أول شخص سقط على طول ثاني واحد ثالث واحد رابع واحد فأنا بعد خلص هذول انتهت من عندهم كنت أفكر أنه أرجع أخفي صورتي أو صوت فقط لكن أعتقد فات الأوان فات الأوان صحيح ماريتني ما أخذ نصيحتك فأنا مستمر خلص يعني مثل واحد يقول ما فيش خطة رجعة أو دخول الحمام مش زي خروج طيب يعني جيد أنه الآن أظن أن الإنسان الذي يتابع الآن تكونت عنده فكرة عما حدث فمرحبا بك من جد أخي هشام نعم تفضل لحسن الحظ أنه أنا بحث بالسر بدون يعني ممكن أذكر أسماهم إذا هم سمحوا لي موجودين ومستعدين أنه ينطون شهاداتهم منا وفينا متنورين بحث لهم بالسر من أول قلت لهم يا جماعة رح تجي أيام سودة لا تخافون أنا لسه زي ما أنا أنا رياض أنا صديقكم أنا حبيب أنا معكم في نفس الخندق مقاتل للتنوير لا تصدقوا أي شي من اللي رح تشوفوا وعطوني وقالوا لي دير بارك على نفسك أول شي شوف الإنسانية قالوا لي طز بالفلسفة وطز بالأهم أنك أنت بخير وسلام وأسرتك وعائلتك بسلام أكيد أكيد أنا أنا عملت هذا الأمر في المباشر أنا أقولها دائما في المباشر أقول لهم يعني إذا جاء يوم وجدتم قناة كافر مغربي اسمها قناة التائب المغربي فلا تستغربون هناك أسباب فأنا سأموت على الكفر حتى لو أسلم الشيطان أنا سأبقى على الكفر هذا يقين لكن إذا وجدتم أنني أتكلم بإسم الدين وغيرت قناتي وحدفت فيديوهاتي وربما أقنعك كما أقنعت أنت الكثيرين أنك تحولت فعلا فهذا لا يعني أنني عملت هذا الأمر عن قناعة فأنا أقولها في المباشر وأقولها مرة أخرى الآن ونحن لازم يا هشام نتسلم مع بعض بجهنم وما تحاول هنيك لواحتي حطيدي على خدي مع ريتشالد دوكنز غير لا يجب لازم شلة لازم لكن إنه جيد أن أتعود يعني أنا جدا شوف وصول ومتاح 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 عزيزي ومتاح معكم جدا يعني يشعرني بالراحة والطمأنينة فأنتو إخوتي أنت ذكرتني بواحد تعرف هذا الذي يكون عندهم حماسة أحيانا ويصبح متدين ويكون شاب يعني في المراقص ولا يهتم للدين وبين عشية وضحاها يلبس لباس سلفي وتجده متدين أو المسواك أو المسواك وكل شيء فواحد كان في الجامعة أتذكر أنه تحول بين عشية وضحاها أصبح يذهب للمسجد والتقصير واللحية والقبة هذه الإسلامية وكل شيء فتركنا على حاله يعني لم يزعجه أحد مرت تقريبا يعني شهر أو شهرين من الوقت وبعد ذلك رجع كما كان فسميناه الوالك سميناه الكمباك أنت الآن الكمباك يعني مرحبا بك من جديد في نادي الفحم الجهنمي فبغض النظر عن هذه التجربة الآن هي تجربة يعني أظن أن الناس فهموا كيف كان التحول ولماذا كان التحول فأولا يعني سلامتك الجسدية هي الأهم وسلامة أسرتك وأيا كانت قناعاتك أو قراراتك فهذا الأمر يخصك أنت وليس لأي شخص الحق في أن ينتقدك من أجل أفكارك يعني حتى لو ذهبت الآن من هذا اللقاء وقلت أنا اقتنعت بالإسلام وأصبحت مسلم عن قناعة فهذا شأنك الخاص ولا أحد عنده الحق أنه ينتقدك هذا كمبدأ أنا أحييك هذا هو مبدأ الحرية لأننا نحن نطالب بالحرية والعلمانية أما على أرض الواقع بالنسبة لي أنا كشخص مستحيل خصوصا عندنا مثل يقول الطبع طبع هو طبع وتأصلت فيه يعني أنا 44 سنة خلاص راحت علي مستحيل أرجع لي وراء يعني لا يا أخي ما لم تغرغر ومن هذا المنبر أيضا أتخذن بالاعتذار الرسمي أول شي اللي حضرتك عزيزي وأخي لا لا حاجة عزيز ولكل كل الإخوة والأخوات الأحبة لا تفهموني غلط صدقوني هي ظروف لكن أنا أحبكم والدليل أن أنا لازلت متواصل على فكرة هشام لو أنا كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال المنطقي لو أنا أبحث عن شهرة وأبحث عن مشاركات وأبحث عن متابعين وانت عارف التواصل الاجتماعي والصعوبات التي نواجهها مش كان من المفروض أني أحط يدي بيدهم واستمر وعلى طول جتني دعوات من قناة فضائية أكيد سيكون عندك أتبع أكثر ويبدأ ويجبوني يعرفوني على باصل الطائر ويجبوني يعرفوني على ناس واصلين حتى عمر شريف وفاضل سليمان كانوا كلهم واقفين بالطابور جايين لكنني أرفض لأنه لا أستطيع أضحك على نفسي ولا أستطيع عنه لن تكون متصالح مع ذاتك لا أستطيع مستحهس أنا مخنوق مخنوق مش قادر أتنفس ولو أن أنا اكتشفت أنه عندي موهبة في التمثيل ولكن يخض النظر عن ذلك نحن مع بعض نعاني أنا وأنت وكل نحن نعاني حياتنا مهددة بالخطر ولا أزالت مهددة بالخطر للأسف نحن في 2019 وما زال الإنسان لا يستطيع التعبير عن رأيه بحرية عزيزي رياض الناس فهموا الآن القصة لكن هي هي تجربة ممكن نقول يعني حتى لو كان فيها هذا التمثيل هي تجربة ممكن أن نقول فريدة من نوعها ناذرة أنك كنت تخاطب الناس بخطاب كفري بين قوسين لا ديني وأصبحت بعدها تخاطب الناس خطاب ديني إسلامي إيماني ف كيف كيف يعني كان أولا تفاعل الناس أنا أتكلم عن المتدينين لأن بالنسبة للمتدينين هذا شيء رائع جدا أن إنسان كان ضدهم أصبح الآن في صفهم هديت بتحقيقة الإسلام وكل شيء جميل فكيف كانت ردة الفعل يعني كيف كانت ردود الفعل بالنسبة للمتدينين حتى أختصر لك مثل ردة فعل المشجعين الأندية والمنتخبات مش عن فكر يبدو أن هذه الضحالة الفكرية والضحالة الثقافية تسري على الجميع ونحن نعلم هما لماذا متدينين ولماذا متمسكين بالدين نحن دائما كنا نقول لو عندك شوية علم وثقافة أنت طبيعيا رح تترك الدين يعني فأي شيء أقول يا هشام أي كلمة سقطت الدجاجة من على الكرسي بارك الله بك أخي شجاع هذا هو الكلام الحلو ربنا ثبتنا وثبت شجاع وانا أخذ يا جماعة هو كلام فارغ المهم هو الانتماء المهم دائما هو الانتماء إذا كنت نعم إذا كنت تنتمي لفريقهم فقل ما شئت ستجد التشجيع وتشد الموافقة لكن مجرد أنك تكون مع فريق آخر لا تنتمي لفريقهم فلن يقبلوا كلامك حتى لو كان منطقيا حتى لو كان عليه أدلة قوية عملوا لي دعوة إلى الجروبات الخاصة وما كانت مرتاح لأنه في داخل الجروب أصبحوا كل واحد من مذهب وكل واحد من طائفة فعندك أهل السنة الأشاعرة مثلا وعندك السلفية اللي هم الطامة الكبرى السلفية وهم عارفين خلفتي فكم واحد من الشباب المسلم يحاول يوز علي يعني يغزلي شوية يقول لي أنا عارفك أنك أنت تحب التطور والداروينية و لأ لازلت مؤمن بالتطور أنا كيف رح أجاوب هذا الإحمار قلت لهم أنت شايف حلقات سلسلة عدنان إبراهيم أنا مثل عدنان إبراهيم حتى يعني نكحلها الفرق بيني وبين عدنان وعندنان يومن بأن هناك توجيف التطور تطوير وليس تطور هذا كفر لا يجوز يا أخي إنه هذه خرافة وقام يجيب لي أحاديث وقام يجيب لي قلت الآن ما هو الحل أنا هذا الجو ما لا أستطيع أن أستمر فيه صعب جدا فأنا أمثل على الطرفين يعني حتى مع المسلمين أمثل معهم أني أنا مثلا التطور فيها باب ومجال ربما هي خدعة يعني أنت أحاول هو موقف وأنت بين المطرقة والسندان يعني أنت في موقف لا تحسد عليه لأنك تمثل على الطرفين وهل أنت مع إسلام البحيري والشحرور أم أنت مع السلفية نسمعناك بتقول سلفية قلت لهم دخلنا في مواضيع الصحيحة البخاري ومسلم قلت لهم لا في أحاديث لا تتماشى مع العلوم الحديثة ولا تتماشى مع العقل علينا رفضها حتى وإن كان سندها قوي حتى وإن اتفق عليه حسب شروط الشيخين لا يجوز ويستلموني يعني مثل خطبة يوم الجمعة ساعة كاملة أنا علي أن أقعد كذا وأسمع وتلقى منهم كل الانتقادات نعم نعم أنت لازم تكون ماشية على خط لا تحيد عنه يعني حتى لو رجعت إلى حضيرة المسلمين يعني حتى لو رجعت إلى فريق FC Islam حتى لو رجعت إلى هذا الفريق فهذا لا يعني أن انتهى هنا الأمر لأنك تدخل في الطوائف مرة أخرى هل أنت سني هل أنت شيعي هل أنت كذا هل أنت كذا وكل واحد يحاول أن يجذبك إلى جماعته نحن نعرف هذه الأمور يعني من عاش سنوات مع المساجد يعرف هذه الأمور يعني تجد المصلين يصلون وكل واحد عنده اتجاه وعنده فكرة وعنده قناعة ويختلف عن الآخر الذي يصلي معه في نفس المكان أصبح لدي كل كتب ابنة تيمية وكل الكتب السلافية بعثوا لي إياها بصيغة البيدي اف مئات مئات الكتب مطالب أن أقراها كلها وامتحن فيها هذا أصبحت تجاهد غسل العقول هم مشاطرين بغسل العقول كيف تناظر الملاحدة مقارنة الأديان يقرأ لك كتاب يفكر حاله أنه الآن أصبح النابغة هل تلقيت بعض الكتب الجميلة من الأستاذنا ودكتورنا هيتم طلعت هيتم طلعت يعني كان مسافر عندكم راحة المغرب آه كان في المغرب نعم قدم رمضان كان مجهول فعلى أساس لأتواصل معك أخي الكريم فور عودتي إن شاء الله هو رجع له أنا ملحد ملحش ثم كتب لي هل تمت أخي العزيز فقط للتوضيح هل تم تهكير قناتك لشوف كلامي مبين أنه رجعت زي زمان وأفضل من زمان قل له هكر عليها العقل يدوبك سبتك أسبوعين يا عم لحيك ترقع تاني أليس هذا الأمر يعني ننظر إلى هذا الأمر من جانب آخر رغم هذا الذي حدث الآن يعني أنه كان تحت إكرهات وكان لم يكن يعني بإرادة وحرية لكن أليس هذا له تأثير سلبي أو أنه يؤكد الأحكام المسبقة عند المسلم أن الملحد ليس له أخلاق ممكن يغير رأيه ممكن يكذب ممكن ينافق ممكن يفعل كيف تجيب على هذا الاتهام أنا أجيبهم أنه مبدأكم يقول المفروض لا أعلم إن كانت الآية منسوخة ولكن لا أكراها في الدين ومن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر فأنتوا لا تحسبوني على أي كلمة ولا تحسبوني على أي شيء شفتوها مني في هذه الفترة القصيرة جدا لأني كنت مكروه فهذه ما لا علاقة بالأخلاق هذا أخلاقكم أنتو إن دلت على شيء فهي تدل على فسادكم أنتم حطي لي سيف على رقبتي وتردوني أنضبط بالأخلاق والقيم أي أخلاق وأي قيم يا روح ما بعدك روح ماذا عن من يقول أن هذا الذي فعلت أنت يعطي الجواب لكل من يسأل عن أخلاقية حد الردة فها هو شخص يسلم اليوم يكفر غدا يسلم بعد غد فهو كما أنه يلعب بالدين لو كان هناك شريعة إسلامية مطبقة لما استطاع هذا الشخص أن يتلاعب بالدين أنا أتكلم طبعا بدون الحديث عن الخلفية القصة وما حدث فقط على الظاهر أنه لو استدبى الأمر لبعضهم وعلى ما يبدو أنه البعض نسبة كبيرة جدا وليست بالنسبة الهينة الصغيرة أنا أعلم أن هناك من يبرر لحد الردة أنه إلها شروط وأن لم تتوفر هذه الشروط فلا يجوز تطبيق الشرح ولكن هؤلاء يبدو أنهم قليلين لكن خصوصاً ليخوض التجربة ويشوفها بعينه بدل ما يسمع عنها لأنني رأيت الشر في عيونهم لو لا أنه نحن في كندا كان ساناً الآن ميت فتطبيق أنه هذه النصوص سواء فهموها بالشكل الصحيح أو لم يفسروها بالشكل الصحيح تسمح لمثل هذه الآراء الملتوية أنها تلتهم مثل الفيروس هذا الجسد وتنخر فيه يعني واحد يطلع يحتاج يقول لي النص لا يعلم ذلك أقول له هذا النص لأنه مرن فلكسيبل وبإمكان أي شخص أنه يأخذها كده أو يأخذها كده فإذن نحن في خطر دائمي ممكن هذا الشخص اللي أمامي يقلب فجأة حتى لو كان الآن هو يدعي أنه مسلم منفتح أو مسلم open minded أنا أي شيء يضمن لي أنه بكرة لما يفيه الصبح قرال الأصل أو طاح بيده كتاب للسيد قطب أو يشاهد فقط مقطع يوتيوب يعني لا تحتاج أصلاً كتب يعني ممكن أن يطلع فقط على مقطع يوتيوب يحمسه ويغير قناعاته ويعمل جريمة إرهابية غداً إن كانت الضروف مناسبة فالمشكلة هي في النصوص خطورة هي في النصوص يعني موجود في النصوص أنا على أضم صوتي لنيكولاي ساركوزي وهيئة فرنسية قالت علينا بحذف بعض هذه النصوص لأنها فعلاً نهاياتها مؤلمة فحتى نوفر على نفسنا خطر البكرة أو المستقبل لماذا لا نحدث هذه النصوص نتكلم على موضوع هو يهمني أنا شخصياً يعني ليس له علاقة بهذه التجربة التي مررت بها عزيزي وهي أنك تصر على أن تسمي نفسك لا ديني أو ربوبي بدل ملحد فأنا أريد فقط أن أصل إلى مثل وضع النقاط على الحروف حتى أفهم ماذا تعني بالأمر بالنسبة لي الواحد لا ديني هو الذي لا يؤمن بالأديان هو لا يتبع أي دين هذا لا ديني بالنسبة لي الربوبي هو الذي يؤمن بأي شيء سبب للكون يعني أياً كان هذا الشيء لا يهم من يكون شخص يعني بعينه له عينه ولا هو الرسل ولا هو قوة أو أنرجي أو شيء أخبرك بحقيقة على قناتك exclusive وسجلوها لأنه لنعمل الموسيقى نعمل الموسيقى تشويقية أنا فلسفة الحقيقية طبعاً دائما تشوفوني بوجه ربوبي أو agnostic أو atheist ولكن الفلسفة الحقيقية التي أتبناها هي اللا أدريا الاغنوستيك هذه هي الحقيقة أما لماذا ربوبي لا أعرف إن كان الظرف مناسب ولكن في المناظرات هي تنفع مع بعض المتويات تنفع صح صح تنفع لأن تمنع من أو توقف النقاش الزائف بالضبط يعني أدخل مع مسلم زين دليل الضبط ويطلع لي كوسمالوجيكال كونسي تندل ما أرد أسمع كوسمالوجيكال ولا نطقك باللغة الإنجليزية خصوصاً بالفيديوهات اللي أنزلتها مؤخراً إذا أنا مهموم شوية أحب أني أفرفش وأفحك أحط فيديوهاتك الناطقة باللغة الإنجليزية لأنها بلما تدوغ على قولتكم بالمغربية الدارة تصدع رأسي بلاش ما تصدع لي رأسي بها الكلام نقوله كلمة أخرى لكن من الأحسن ما نقوله يا أخي الله يا سيدي الرب الخالق الواحد الأحد موجود وهو المسؤول عن كل شيء الآن ممكن ننتقل إلى الانتقالية اللي بعد كذا ولا ولابد أن يتواصل مع البشر وإلا نسبنا إليه العبد نعم نعم شنوها الذكاء شنوها الفتحة لهذه عفارم عليك باركة دوكنز بيك نعم صحيح لا بد أن يتواصل مع البشر الآن يتواصل مع مين بالضبط هل هي الإسلام هل هي المسيحية تعال كلمني عن إسلامك وهذا اللي نحن نبغي وهذا اللي أنت يعني عندك الحزام الذهبي في مصارعاتك المستمرة مع الإسلاميات عموما يعني أنا أتمنى لو كان عندي خمسين بالمئة من معلوماتك لا لا أزيزي لا لا أنت تعطيني أكثر من حجمي أزيزي ومعلومات مفحمة خصوصاً إذا حدثتهم عن سبايا أو طاس أو جهاد الطلب أو يعني تحرجهم تسبب لا محراج شكراً على على الورود إذا أن الورود هي وسيلة لهدف وليست حقيقة بالنسبة لي أنا أغنوستيك لا أنا طيب أنا أنا كنت أظن ذلك لأن هذا الأمور فيها دائماً بعض الخلط لكن صحيح أنه لكي تتفادر النقاش الزائف عن هل هناك إله ليس هناك إله لأنه ليس هذا هو النقاش الحقيقي لأن الملحد أصلاً لا يهتم بهذا الموضوع لن تجد أي ملحد مهتم بمسألة إله غير موجود هذا الموضوع هو موضوع المتدين بامتياز هو الذي يركز على مسألة وجود الإله من عدمه دعنا نناقش فيها للإله أنا لا يهمونين كان الإله موجوداً أنا مشكلتي مع الأديان خاصة للإسلام فلكي تتفادر هذا النقاش الزائف أكيد أنك ستقول أنك ربوبي فستخرج تناقش الموضوع الأهم الذي هو الدين أما فيما يخص اللا أدرية أنا أظن لأنني أريد فقط التوضيح لأنه في مسألة اللا أدرية أنا أظن كل الناس ليس لهم إلا أن يكونوا لا أدريين يعني ليس لك حل لأن إذا قلت أنا أدري فهذا يعني أنك بحثت كل ما هو موجود وجدت الحقيقة في مكان ما فأنت أدري فأنت تعلم نحن كلنا لا أدريون شئنا بين الموقف الصحيح العقلاني هو أننا لا أدريون إلا أن هناك استثناء وهنا تأتي مسألة الإلحاد وهنا تأتي مسألة ملحد أنا أقول أنا ملحد لا أدري وأظن أن كل الناس هم ملحدون لا أدريون الذي يقول عن نفسه ملحد هو ملحد لا أدري لأن ملحد عندها علاقة بالإله الإبراهيمي أو كل الآله الشخصية هذه لا توجد يعني ليست مسألة لا أدري كلنا ملحدين بهذه الآله فإذن أنا عندما أقول ملحد وأظن حتى الملحد من خلفية مسيحية أو خلفية يهودية أو أي ديانة فيها إله شخصي يقول أنا ملحد فهو يعني أنه ملحد بآلهة هذه الأديان الإبراهيمية أو الأديان ذات الآلهة الشخصية أما الأديان الأخرى أو الآلاف الآلهة الأخرى فنحن لا أدريون لأنه آلهة لا تتدخل في حياة الناس يعني عندما يقول لواحد في أدغال إفريقيا أن إلهه تقيأ الكون يعني كيف سأقول له أنا ملحد بإلهك لا أنا أيضا لا يوجد شيء هذا الإله الربوبية صعب أنك تهاجم أصلا لأنه لا يتدخل في حياتنا ما عنده صفات مطلقة لا شيء يعني وكأن شخص يقول لك هل تؤمن بأنه نكسب للكون نفس السؤال أنا أقول له لا أدري فأنا أغنوستيك لكن آلهة الأديان الإبراهيمية إذن نحن نفس الشيء يعني أظن كل الملاحية نمشوز نفس التفكير جيد عندما نرجع إلى التجربة العديبة الغريبة التي حدثت لك لا قوة إلا بدوكينز ندور ونرجع للتجربة عندما كنت تناقش يعني الملحد أو أنك تنتقد الإلحاد أو المواضيع الإلحادية بين قوصين هل كنت تمر أحياناً بلحظات تقول أن هذا الدليل الديني أو الثيولوجي أو الثييستيك هذا الدليل أحس أنه فيه بعض القوة أم كانت كل هذه الدلائل فقط يعني لا شيء ليس لها أي قاعدة صلبة مجرد خزع بلاد في الدلائل أنا أحصرها أحصرها فقط بدليل واحد التي أعتقد أنها قوية ولكن تفشل مرة أخرى لما نضعها في حيز وسائل المعرفة الأفيستيمولوجي أولاً ما هو هذا الدليل الذي ربما أجده أقوى دليل على الإطلاق وهو دليل الإمكاني ودليل الوجوب فلما تنظر إلى الطبيعة والكون وخصوصاً لما يحدثون العلماء أن هذا الكون برمته تعود إلى أصغر من ذرة تصل إلى ثابت بلانك يعني بكل ما فيها من مواد وطاقة ويبدو لك مدى ضحالة هذا الكون وأن هي فعلاً يعني ليست ضرورية مثل سؤال ليبنز لماذا هناك وجود بدلاً من اللا وجود على اعتبار أن اللا وجود أسهل هنا العقل يصطدم بجدار وحيز وليس بإمكانه أن يعبر إلى الجهة الأخرى والعقل مقيد بوسائل المعرفة التي هي من ضمن الوجود نفسه فنحن الآن أمام يعني يعني معضلة معضلة العقل مهيئ أنا أؤمن بالتطور وتتطور عقله لإنسان من ضمن الأبعاد الزمكان بعد الزمن وثلاثة للمكان الارتفاع العرض والعم إذن العقل محدود فقط في هذه الأبعاد وفي هذا الوجود محدود فيما لو علاقب البقاء على قيد الحياة يعني هو فقط نحن متطورين مش علشان نكتشف أصل الكون صحيح صحيح نحن متطورين حتى نحمي أنفسنا من الفخ المفترس جاي أنت الآن تريد تعبر وتتخطى وتتجاوز يعني السؤال أصل الكون مثل سؤال هل بإمكان الطير أن يطير بدون غلاف جوي وهو الطير لازم يكون حتى يطير لازم يكون من ضمن الغلاف الجوي أنت جاي تحاول يعني يطلقون للعقل بدون حدود وكأن العقل قادر على أنه يتجاوز الوجود نفسه أو الفقاعة التي نحن في داخله وهذا يؤيد موقف اللا أدري لأنه أنت فعلا لا تدري ما تعرف في السر لم نكتشفها بعد من ناحية فلسفية لا يوجد هناك حجة قاطعة عوعد سد أن هناك حجة قاطعة مية المية صانبخ صان أن الله موجود ولا توجد هناك وسيلة علمية منهجية تطبيقية حتى تثبت أين أصل هذا الكهن لا زال الجماعة يبحثون ما زال أكيد هو المشكلة ضمن المؤمن الذي يؤمن طبعا بالخلق وكل هذه الأمور أنه لا يقدم في النهاية لا يقدم شيئا ولا يقدم أي شيئا وصل إلى الرب طيب الآن كيف هذا الرب بعث ملائكة ورسل وجن هذه مسألة ما زلنا في مشكلة المؤمن بغض النظر على التفاصيل الذي يؤمن بوجود مصمم نقول مصمم ذكي intelligent designer يعني واحد مصمم ذكي هو الذي كون هذا الكون فهؤلاء لا يعطون أي شيء يعني لا يضيفون أي شيء هم فقط يتساءلون فأنت تتساءل أنت لا تقدم أدلة أنت تتساءل فقط تقول لي الحياة معقدة بشكل كبير من أين جاء هذا التعقيم فأنت تتساءل أنت لا تعطي أدلة على هذا السبب الذي يعني خلق أو كون أو صمم فأنت فقط تعطي تسأل فالسؤال ليس دليل إذن في نهاية المطاف أنت لا أدري مثلي يعني لا تختلف عني أنا لا أعرف كيف مثلا أصل الحياة في الكون كيف تكونت الحياة في هذا العالم ليست عندنا أجوبة قاطعة لا نعلم فهذا هو الموقف الصحيح أما كيف تطورت الأنواع نعلم ذلك كيف عزيزي؟ الفرق بسيط بيننا وبينهم نحن لا ندعي اليقين هذا هو الفرق هما يدعون اليقين فكل ما أدخل فكل ما أدخل معهم في نقاش أقول لي يا ريت لو تقدر تثبت لي هذا اليقين فكل ما يحاول أنه يثبت لي مسألة من المسائل ستجد فيها فجوات وثغرات ومغالطات منطقية وعلى قولتنا تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي هي المشكلة أصلا حتى لو اتبعوا نفس المنهج الإيماني عندهم فهي مسألة هي إيمان يعني هم عندهم إيمان ليس عندهم معرفة لذلك هو اسمه إيمان لو كان معرفة ما كان يسمى إيمان كان يسمى معرفة ستقول أنا أعرف ليس أنا أؤمن بما أنك أنت تؤمن إذن أنت لا تعرف أنت فقط عندك يقين أن ما قيل لك عن طريق بعض الكتب القديمة أو أشياء توردتها أنها صحيحة فهو إيمان فقط ليس معرفة وإلا قلت أنا أعرف وأصبحت هذه المعرفة تدرس في الجامعات إذا كانت معرفة فهم لا أدريون أظن كل الناس لا أدريون عزيز الرياض إذا أحببت نحن وصلنا لوقت الأسئلة إذا أحببت أن تأخذ أسئلة من المتابعين إذا ممكن تحددها كمية الأسئلة لأن أنا أيضا عندي موعد لكن لا أدريون عادة أنا أعمل نصف ساعة إذا أمكن نصف ساعة إذا كثير ممكن أن نعملها 15 تقيقة على بركة دوكنز أنت فقط أخبرني أنت فقط أخبرني أن أريد المعرفة الآن لا أريد إيمان فأنت فقط أخبرني عندما تريد أن تنهي الحوار إذا من عنده هو ومن عندها سؤال فممكن يضعه هنا أنا قرأت سؤال يتكرر هو بخصوص الأخ الصديق حسن البدري أن البعض يعاتب عليك أنك تعاملت معه بشكل ربما فيه عنف هل هذا كان ضروري هل بالغت مثلا أو تريد مثلا أن تعتدر في مبالغة وأيضا يعني اعتذاري للأخ حسن البدري لا أستطيع أن أخفي عليكم أنه كان هناك جانب خاص في المسألة جيد جميل عزيزي حسن البدري هو لما يكون معنا في جلسة جدا نقول بالعراقي حباب يعني ودود لكن مؤاخذة هي مجرد مؤاخذة وعتاب أنا أيضا وعاتب أنه ليش لما ترجع على قناتك تتغير يعني يصير أسلوبك خشن وتشخصن الأمور فعلى سبيل المثال في الأيام السودة اللي أنا كنت فيها نزل فيديو قلت رأي أنه يبدو أن الإلحاد نوع من تبني لفلسفة فأنه هذا التساؤل وطريقة والكيفية في السؤال والبحث عن الجواب والمعرفة هذه كلها فلسفة هو اعترض على هذا الكلام طيب لا بس اعترض على هذا الكلام لكن لماذا شخصاً ضدي ولماذا وضعت صورتي الثامنيل نقول عليه باليوتيوب الثامنيل الصورة المصغرة الفوتوشوب اللي عملين شكلي فيها سلفي أنا أظن شفت هذه الصورة على العموم جيد أنا أظن أنه كان توضحت الأمور الآن وأشكرك على هذا الاعتدار هذا يبين شجاعة يعني أن الإنسان ممكن يعتذر ما في أي مشكل أوكي هناك سؤال عن الذين هددوك في البداية لتقوم بهذه المصرحية لماذا لم يفرضوا عليك أن تحذف فيديوهاتك القديمة وأنا فرضوا علي أن أحذف الفيديوهات ولكنني يعني شوية متقدم عليهم بخطوة فبدل ما أحذف الفيديوهات حطيت عليها قفل برايفت عملتها برايفت هم حبوا أن يدخلوا القناة فقلت لهم لا القناة ما تدخلونها يا إما أنه أنا أمامكم وشوفوني وتابعوني يا إما خلص أنا لا أعلم بالإنجليزي لكن القناة لا أحد يدخلها فقال أحذفها المهم أن ندخل القناة لا نرى هذه الفيديوهات قلت لهم أوكي تدللون على راسي ولا يهمك أعطيني خمس دقائق رحت أنا حطيت قفل 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 لأن أنا عارف أنه هي أزمة وستعدي أوكي فالآن رجعتهم كلهم جيد واضح جميل هل أبقيت على الفيديوهات التي كنت تمثل فيها أو حدفتها حدفتها حدفت الفيديوهات أوكي هل اغتصلت وصليت وضعت وصليت ركعتين نافلة لداروين عليه السلام داروين قرأت وردك من أصل الأنواع كتبها لنا في ميزان أصل الأنواع سؤال يقول أنك تعرضت للتهديدات وكنت خائفا لذلك أعلنت رجوعك للإسلام جيد لكن لماذا الآن تتكلم بحرية وغير خائف من أي شخص أظن أن تجربة تجربة الإنسان كل يوم يتعلم شغلة جديدة وستلاحظون أنه رد الفعل سيكون جامل جدا يعني أنا كنت أسمي نفسي مسالم وحمامة السلام في الفيديوهات القديمة لم أكن شديد الوطن على المسلمين لكن صدقوني ولا أقولها مكابرة ولا تحدي لأخي هشام رح تقولون هشام بلبل بالمقارنة مع شجاء البغداد اللي رح يستلمهم على في كلام مش قادر أقوله لكن صدقوني لكل فعل رد فعل وأنا رح أرد عليهم بقوة وببأس أكثر بكثير من السابق حالة مريت بها وأشعر أنه لازم أعرفهم مين هو يعني رياض الخزرج الحقيقي مش أنا اللي ينداسلي على طرف وربما هذه الدياناية التي تسري في عروقنا أولاد الخزرج فهذه من ناحية ودعونا وتغسط شيء يعني أنا طبعاً لن أتدخل في خصوصياتك عزيزي لكن أظن أن يعني أو سلامتك الجسدية وسلامت أسرتك أهم من أي شيء آخر يعني لا أريد أن أكون الناصح الأمين لكن أظن أن الإلحاد لا أو اللا دينية أو حتى التنوير إذا سميناه تنويراً فلا يحتاج أبطال أو لا نريد شهيد الإلحاد أو شهيد التنوير فسأل حياتك الخاصة ثم أعطوني رقم قالوا لي أي شخص تشك بي اتصل فينا على طول لأنه يعرفين أن أنا مهدد فحطيني باللست وعرفين ظروفي والقانون والدستور يحمينا فقالوا لي أي شخص تشعر أنه يراقبك أو يلحقك أو يهددك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر هذا الرقم وتبلغنا على طول فأنا الآن حاسس أنه في وراي ظهر أنه فيه ناس وراي يعني نشكر هذه البلاد على الأمن والاستقرار تمنى ذلك بسيف بالنسبة على ذكر الشرطة أو الأمن هناك من يشكك في يتكلمون عن محضر شرطة أنت وضعته ربما في اليوتيوب أو في الفيسبوك وهناك من يشكك في صحة هذا الأمر ويقول أنك أنت فقط تكذب وأن هذا المحضر شرطة بإمكانك أنت ترد عليهم هشام تعرف ليش؟ تعرفوا الورقة هذه اللي هي محضر أنا ما أمطلعها أنا ما أخذ إذن ويا دوبك هم مواققين يعني ما كانوا حيوافقوا أصلا بس ألو لي يبقى أخذ صورة بس تبقى معنا هذه الورقة ما تطلع خارج القسم هذه من ناحية فإذن الختم دائما لما رح تبعث الاستمارة أو القسيمة إلى جهة أخرى هم بحاجة أن يتأكدوا من صحة هذه الاستمارة فلازم يكون عليها ختم هذه ما طلعت بره هذه ظلت معهم وانت يعني تعرف أنه النظام الغربي مش مثل الدول العربية تعرف بالدول العربية الختم مطلوب بكل شيء بالطلعة وبالنزلة لازم فيه ختم هنا لا هنا نوع أنه أحيانا نقول لك just put your initials ولا حتى يعني تمضي هذا صحيح هذا صحيح نعم اي مش كل حاجة يعني في كندا رغم أن هي منظمة وبيوكراسي ولكن الختم إلها أوقاتها وإلها ظروفها وشروطها مش كوني فكانت لما يمكن الدول يعني بالعراق مثلا لازم ختم على إذا أبوك بعثك للسوق تشتري سمك لي ختم تعارف الدول يعني كل شيء فيها مراجعة وكل شيء لازم توقف طابور وشبابيك المراجعات وقاتل ومقتول صح وختم أهم شيء عندهم الخت طيب يعني أنت يعني أنا أقدر أسوي ختم معرفة أزور ختم بالفوتوشوب مثلا صعبة هل هي طعبة يعني هالدرجة فهاي مجرد قلت لهم أخذ صورة وتبقى معاكم أنا مش هطلعها بره لأنه في ناس دواخوني وأكلوا راسي وبعدين أنا أصلا غير مطالب أنت بس فكر بيها شوي لو أنا أبحث عن فائدة راغماتية يبدو أنه أحط يدي بيد للمسلمين وأنا حياتي رح تتأمن تكون عندك إفادة أكثر فلوس بجيبي شهرة متابعين بعد شاء ريد يعني ماذا أطلب أكثر من ذلك إذا نظرنا للمسألة من هذا الجهة أكيد أنه أنت تستفيد أكثر مع الأغلبية لن تستفيد مع الأقلية هناك هناك سؤال كذلك تكرر كلام عن أنا صراحة لا أعلم ما هو الموضوع بالضبط لكن هناك بعض الانتقاد فيما يخص الأمازيغ يقال أنك شتمت الأمازيغ أو تكلمت بشكل سيء عن الأمازيغ فما أيضا إشاعات للأسف الشديد بس أولا قبل كل شيء دعني أقول وأنت هشام رح تفهم لأنه أنت أيضا مطلع على نظرية التطور والداروينية أنت تعلم جيدا أنه أي شخص يتبنى أو يفهم المفهوم الصحيح للنظرية يعني أنا والدودة والحشرة لا فرق بيننا نحن جميعنا من سلطة مشترك يعني أنا ما رح أحط ريشة على راسي أنا كنت أقرأ كتب التطور في صور رسومات خطأ يرسموا لك السلم من الأسفل إلى الأعلى والإنسان مثل الملك جالس فوق وكل الحيوانات في المملكة أسفل من الإنسان هذا التفكير القديم هذا التفكير القديم بالشكل العامودي ولكن في النظرية هي أفقي متساويين نحن كنا الفرق الوحيد أنه الإنسان يفكر وعنده قابلية شوية يعني متقدم على الحيوانات فقط من هذا إدراك إدراك ولا البكتيريا أفضل مننا كلنا البكتيريا أوكي فما رح أقدر أنه أنا عندي هذه الويندو العدسات اللي مركبها وأنظر إلى الحياة من هذه العدسات فجأة أصبح هذا أمازيغي وهذا عربي وهذا فالسي It's impossible هذه من جهة من جهة أخرى الأمازيغ حبايبي والأمازيغ ناس طيبين وأنا معاشر الأمازيغ وأنا مسافر ورايح زيارات إلى المغرب الحبيبة وأغلب الناس اللي تلتقي أكيد جذورهم أو وصولهم أمازيغية وكلهم ناس طيبين وعلى عين وعلى رأس الإنسان الطالح والشرير والجيد في كل المجتمعات الإنسان سواء كان بالأسكيمو أو القطب الجنوبي أو في أي بلد أنا عندي نفس الرؤية تماماً وأنا لا تهمني خلافات هذه طبعاً هي مسألة الدفاع عن حقوق هذه جيدة ويجب أن يدافع الإنسان عن حقوق الناس أنا أمازيغي وطبعاً مسائل التي تخص حقوق الأمازيغ ونضالهم أنا معهم 100% لكن لا تفضيل بين هذا عربي وهذا أمازيغي وهذا أوروبي وهذا أبيض وهذا أسود يعني لا فرق بين عربي وأعجمي ولا فرق يعني نفس الحديث لكن ليس بالتقوى إلا بالتقوى لكن هو إلا بالإنسانية نحن نعن نفس الهوموسيبين يعني نفس الإنسان يعني إذا جامع أمازيغي عربية فسيلد أنا أحياناً أعاني من التهجمات والشخصنة مثلاً أنا متبني موقف أن هناك سوء معاملة من الكيان الصهيوني فيما يخص القضية الفلسطينية أن هناك أراضي مختصبة وبناء مستوطنات وتشريد وطمس هوية فإذا حاولت أنا أتكلم عن نفسي أني أنصف أو أكون شوية منصف شنالاتهام اللي يجيني أنت لازلت مسلم متخفي أنت لازلت قومتي عروبة والعروبة فيصير هم اللي يتهموني بهذا الكلام واللي هو طبعاً غير مبني على أي أساس من الصحة بل هو مبني على جهل وأنا أرد كرد فعل وطبعاً بعدين يبدو للمشاهد الصورة الخطأ كومبليتلي رونغ أنه المسألة فيها قومية والمسألة فيها عنصرية لكن أنا أيضاً وتعرف أن في هذه المجتمعات الغربية الكندي لازال يفتخر بهويته الجذورة اللي جاي من ألمانيا لازال يعني يفتخر أنه أصول ألمانية واللي جاي من فرنسا واللي جاي من بريطانيا نحن أيضاً لا بأس إذا أنت تفتخر بهويتك ولغتك وثقافتك فيها إيه ماذا يحدث مع ذلك؟ فإذا أنا اشتخلت أيضاً بأصولي وجذوري لا يوجد شيء مع ذلك أنا أنظر للمسألة بشكل يعني تعلمت أن أنظر المسألة بهذا الشكل يعني إذا وجدت أنك في الوسط أن تجد معارضة من اليسار وتجد معارضة من اليمين وأنت في الوسط فاعلم أنك على حق واعلم أنك لم تفعل أي شيء خطأ إذا وجدت أن الكل يهاجمك فهنا هناك مشكلة يعني من جانب واحد هناك هجوم فهناك مشكلة فالقضية الفلسطينية لا يهم كيف تستحدث عنها إذا تحدث سيقول لك لبعض أنك ما زالت فيك بعض الرواسب الرواسب الصلعومية والصلعومي سيقول لك أنك أنت الآن لأنك خرجت من الإسلام فأصبحت تدافع عن إسرائيل وتهاجم الفلسطينية فهي دائما هكذا ستكون فإذا كان الهجوم سيكون من الجانبين بهذه الطريقة فاعلم أنك في الوسط أنك معتدل أنك ملحد معتدل جميل وسطي معتدل نعم نحن نقول في المغرب الإسلام الأمازيغي المعتدل طيب هناك سأطرح عليك آخر سؤال أنا أعلم أنك عندك مسألة دخلت في الوقت آخر سؤال هو يعني ما هي الضمانات التي عندك أن نفس الحدث لن يتكرر يعني مثلا هذا الشخص الذي أرسل لك الدواعش أنه لن يقوم بالمسألة مرة أخرى لينتقم أكثر لأنه الآن هو أكيد حاقد أكثر فستكون أنت طارجت يعني هدف أكثر يعني في أكثر أهمية من قبل أنا طبعا أصبحت عندي حالة أنه كل ما أمشي أنظر خلفي look behind my shoulder يعني السيكوريتي عندي زاد ومركب كاميرات الآن في المنزل وسيكوريتي ألارم شايف هذه الأجهزة اللي في المنازل إذا نفتح الشباك بالغلط أو نفتح الباب بالغلط فأصبح عندي هوس الآن بالأمن والسيكوريتي من جهة أنا من أول يوم عارف أنه هذا الشيء رح يحصل بس ما كنت متوقع هنا مشكلة الإنسان أنه يرميها خلف ظهره ويطنش يعمل حاله مش شايد بعدين من تجي يعظك الذئب أو الثعلب تقول آه كان لازم أعمل أحساب أكثر من هيك صحيح ونصيحتي لكل الشباب بلاش ما تتهورون يعني تعلموا من أخوكم الكبير لا تعطي اسمك الحقيقي لا تعطي أي معلومة من معلوماتك الشخصية أنا عارف أنك أنت تقول عن نفسك بطل وشجاع وربما أنت ترفع أثقال وحديد وعندك عضلات مثل المصارع الحرة ما رح تنفع أخي ما رح تنفع إحنا بالتكنولوجيا رصاصة ما هاي كل العضلات اللي عندك ما رح تفيدك هي رصاصة فلا تعطون أسماءكم ولا عنوينكم ولا تليفوناتكم ولا حتى الإيميال يعني دائما فكروا بالأمان والسيكوريتي مثل ما قال الأخ هشام لا نريد شهداء ماذا؟ أنا أضم صوزي لصوزك عزيزي وأتمنى أن المتدين كذلك يفهم أنه ليس لن يلعب دور الإله في هذه الدنيا دع الخلق للخالق إذا كنت تؤمن بأن هناك خالق فنحن أنت تؤمن أننا سنخلض في النار هذا إيمانك فدعنا نلعب ونمرح قليلا في هذه الدنيا الفانية يعني على قولتك ليس مكفي النار اللي كلما احترقت جلود نضجت يعني هو ستفرح إلى الأبد فدعنا نلعب قليلا ونمرح يعني لماذا تريد تسريع هذا الأدب شكرا عزيزي رياض على وقتك وعلى الدرتش الجميلة وأشكر جميع الناس الذين تابعوا هذا اللقاء ونلتقي في حوار آخر قريبا إن شاءت الأقدار ترويني شكرا عزيزي رياض على أخلاقك وعلى إنسانيتك وعلى لطفك والأخوة أنا فعلا أشعر بك بالضبط مثل أخوية بالضبط وهذه المغاربة شعب محترم ومثقفين ومنفتحين وعلى رأسي من فوق وتحية لكل ظروفك ضيوفك الكرام وعلى استضافتي على هذه القناة شكرا إليك شكرا لك عزيزي تحياتي تحيات الحرية